البلوكينج بورت ايه هو ويطرع مهم فرغ لنا ولا لأ دي معلومة النهارده السلام عليكم زيكم عاملين ايه ان شاء الله يارب يكونوا بألف خير اهلا بيكم ومعلومة جديدة معلومة النهارده عن حاجة يمكن اغلبنا ما سمعش عنها وهي البلوكينج بورت ودي فعليا لوحة كده فيها خروم الخروم دي طبعا لها عدد ومعاها كمان شوية من الاعمدة بتكون الاعمدة دي معدنية ويطرع بنعمل بيها ايه ده اللي هنعرفه النهارده زي ما انتم شايفين ده شكلها بيختلف بس شكل الاعدة بتاعة البورت ديت من اه منتج للتاني او من بيع لبيع تاني يعني ولكن هي كلها نفس الابشن بتيجي عبارة على اللوحة اللوحة دي على فكرة من ورا اه ليها زي قطعة قفلة الفتحات دي الفتحات دي بتكون اه معمولة على اساس ان انا احط فيها الحاجات اللي انتم شايفينها دي اللي هي لقطعة المعدن دي وبوقف عليها الشغل بتاعي عشان اضمن ان الشغل بتاعي يكون مفروض واكتر استخدام لها هو الوحدات الوحدات في ناس كتيرة بتعاني من فكرة ان هي بتكونش قد بعضها مع ان هي عملت نفس عدد الغرز او ان هي مش مفروضة بكفاية او عايزة تعمل وحدات وعايزة توقفها كده على اساس بعدين تمشيها او تحط لها غرع وتكون مفروضة وتصلح قطعة لشنطة او لاي حاجة البلوكينج بورد هو اللي بيساعدني اعمل الحركة دي بيبقى مزود بمجموعة اعمدة صغيرة كده هي دي اللي انا بثبت بيها القطعة بتاعتي في قلب القطعة الخشبية ديت وده بيساعدني ان انا افرد الشغل بتاعي بسهولة وبساطة شديدة بالذات الناس كمان اللي بشتغل وحدات خاصة مثلا بشنطة او بحاجة وتسأل ازاي الوحدة دي وقفة الوحدة دي بتقف على القطعة اللي انت شايفاها دي القطعة دي زي ما انت شايفها فيها خروم وفيها تفاصيل زي ما انت شايفاها كده بشد الوحدة بتاعتي عليها وابتدي انا الشيها او اعمل لها غيرها على حسب الحاجة اللي موجودة معايا لكن بتكون مفروضة على قطعة زي دي عشان اقدر القطعة بتاعتي تطلع مفروضة كده وقفة كأنها مكوية دي بتكون القطعة المساعدة ليا اثناء الشغل القطعة دي بتتكون من ايه بتتكون من 16 واحدة موجودة اا قطعة استال ستيل بتدخل في قلب الفتحات اللي احنا شايفينها دي 16 واحدة دولا بيكون مقاساتهم اربعة انش وفي كمان اا 8 واحدات الواحدة منهم 6 انش ودي عشان اقدر احط كزا واحدة فوق بعضها بحيث ان انا معطلش نفسي او ان المساحة بتاعت البورد ديت او اللوحة دي تكون صغيرة فانا ما اشتغلش لمجموعة صغيرة او اتنين جنب بعض لأ بقدر احطهم فوق بعضيهم عادي والقطعة بتاعتي بتكون مفروضة ومسطحة كده وشكلها حالة طبعا متصلح للاشكال اللي هي مربعة اشكال سوداسية ايا يكون الشكل لان وجود الخروم او الفتحات اللي انتو شايفينها دي بتسمحلي ان انا احط بالشكل اللي انا عاوزاه الشكل اللي انا اشتغلته فبتكون حلوة قوي وبسيطة وسهلة اميتها في الشغل مهمة جدا للناس اللي بتشتغل وحدات هتسهل عليك شغلك وفي الوقت نفسه بسيطة وسهلة وتقدري كمان لو انتي بتشتغلي تطريز او حاجة وعاوزة البكر بتاعك يكون قدامك تقدري تستخدمي الاربعة وعشرين كطعة استلس اللي انت شايفها دي بتحطيهم في الفتحات وبتدخلي فيهم البكر بتاعك وده استخدام تاني للكطعة دي طبعا هم مش قايلين عليه ولكن هتكون عملية جدا معاك هل هو مميز لشغلنا اكيد مميز لشغلنا وتحفة فنية ولو اقدر توفره هوفره مش هعمله عند النجار لسبب بسيط القطعة اللي قفلة من ورا دي بيبقى فيها يعني زي قماش او قطعة بلاستيكية شوية الفتحات دي معمولة بخروم يعني مدروسة شوية ان انا احط العمود ده وما يطلعش من ورا من الجانب التاني وده مهم جدا على فكرة لو حبه ان انا اعملها يدوي وبرعه في العمل اليدوي او عندي نجار فاهم شغله كويس يقدر يعملي قطعة زي دي وبسهولة شديدة ولكن هي اساسية في شغلنا وطبعا القطعة دي بتيجي معاها البنزات اللي انا تكلمت معاكم عنها زيادة على ذلك اقدر افرد بها اي قطعة مش بس المربعات ممكن تكون كفئية ممكن تكون اي قطعة تاني واخدار اللي معايا وشكلها مش حلو وقبل ما سلمها للعمل او كده انا مش عاوزها تكون اا شكلها مكعبا من الاطراف شكلها مش حلو مش مفروضة بكفاية فكل ده القطعة دي هتعملهلي كمان الستاند بتاعها بيكون مختلف من الاصدار للتاني يعني فيه الستاند بتاعها بيكون مثلس كده بحيس ان هي تبقى شبه البرويز ده لبيت يعني وفيه الستاند بتاعها بيكون شبه الجزء اللي هو بتاع الموبايل وانا لو هختار هختار اللي هو التاني اللي هو الستاند بتاعها شبيل للكطعة بتاعة الموبايل لاني ممكن جدا القطعة دي او البورد ده او اللوحة دي احطها على رجلية وابتدي اشتغل عادي والجزء التاني ده احط فيه الموبايل بتاعي او الايباد او التابلت بتاعي وابتدي ان انا اتفرج على اي حاجة وانا بعمل الموضوع ده فكده اتنين في واحد الكتعة اللي هي مسلسة من الضهر مش هتوفر لي الموضوع ده فأكيد هختار النوع التاني اللي هيوفر لي الحتة المسطحة دي أحط عليها البورد بتاعتي أو أحط عليها الموبايل تابعي بكده معلومتي النهاردة تكون خلصت أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة طبعا فيه كتعة تانية برضو اسمها بلوكينج ولكن دي استخدامتها مختلفة جدا إن شاء الله الفيديو جاي هنتكلم عنها بالتفصيل كل الغوابط موجودة في صندوق الوصف لأي منتج بنتكلم عنه ولو بتشوفوني من الديكتوك أو الانستا هتلاقوا الحاجات دي موجودة في البايو مدتها بس هتكون محدودة هتشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة مع السلامة باي